السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نكمل مني فلوب رحلة تاعي الاسطنبول كما راكم تشوفوا لبنات هنا كنا نودنا الصباح نهاية الأسبوع كنا قدرنا الفطور انتها الصباح في الدار برك ما حبيتش نعود نصورو لكم لانو كما قلت لكم عطلة نهاية الأسبوع في تركيا تقريبا يفطورو كامل الفطور يعني يجيب ازاف اكذا في الطابلة كما صورتو لكم في الفيديو سابق وفي فيديوهات اللي قبل لحطيتهم لكم في القناة لهذا ما حبيتش نعود نصورو بعد ما افطرنا الفطور هذا كتا سباح في الدار حبينا رحو نشربوا قهوة بعد الفطور حبينا رحو نشربها على شدة البحر هنا كم تشوفوا كامل هما شربوا قهوة تركيا وهنا شربت السحلب بالقرفة اما البنات اللي بعثوا لي على الانستغرام انتعي كانوا لي لو كان زيتي حوزتي بينا في اسطنبول البنات هنا رحت ايامات يعني معدودة واقعي اليومين بركليوم الثلاث جيت وكنا مشغولين فيه بزاف هذوك اليومين لهذا يعني قدرت نصور لكم شوية راني حطيت لكم زوج فيديوهات قبل وهذا الثالث هذا ما قدرت نصور لكم وثاني بالنسبة اللي قالوا لي لو كان رحتين لنا لتقسيم يعني ولا وجامع اياسوفيا البنات انا كنت هذوك رحت لهم قبل منح القناة في اليوتيوب اما المنطقة اللي راهي ساكنة فيها طفلتي راهي ساكنة في اسطنبول اسياوية وهذيك الجهارة هي في اسطنبول اوروبية كما لاباكم اسطنبول مقسومة اعلى زوج وبناتهم ابحر لهذا ان شاء الله بركي سخون الحال في الربيع ولا بعد رمضان ان شاء الله نزيد ندير زيارة على اسطنبول وان شاء الله نزيد ندير لكم فيديوهات ما خير اهنا يا البنات راكم شوفتوه بعدما فطرنا عفوا بعدما شربنا هذيك القهوة على شط البحر تركها روحنا الاشهر شارع في اسطنبول والله في الجهة هذي الاسيوية اللي هو بغداد جدسي اهنا يا تتلاقوا بالمشاهير انا ما شوفت حتى يعني فنان في هذي اليوم لكن شارع تحسو بيه باللي شارع من تاع الاغنياء يعني الطنوبيلات كيفش ديرين حتى المقاهي كيفاش المهم احنا ثاني روحنا لهذا الشارع واخترنا يعني بلاسا نشربو فيها شاي وناكلوه حاجه حلوه انا راكم تشوفوا البنات دخلنا لهذا المحل انتاع الحلويات يعني كيما نوصفو لكم الله يبارك اي حاجه نفسكم فيها كاينة انا صبرت لكم راكم تشوفوا شوية الغريبيات الملحين الحلوين هنا تشوفوا الميرانج يعني حبيت نحطيه يضيع لي هاته المو كبيرة كم تشوفوا جايه بزاف كبيرة قلت لكم عندهم الانواع انتاع البوراك التركي كل حاجه كاينة محلبي اي حاجه يعني تعرفوها كاينة في تركيا كامل كاينة في هذا المحل وهنا يا خرش البره صورت لكم هذا اليميني تارت اكم شوفتوا الشكل تحو مشحل الشباب كاينة الشكل تاع تيراميسو الفرامبواز الفرس شوكولة تعجوز الهند كل حاجه تحبو تاكلوا منها انا يا جافي خاطري كورواصون كليد كورواصون سيت ما صورت لكم في انستغرام يعني الكورواصون ليس كما انتاعنا مرة لكن ابنين هنا قلت لكم ما كليد الكورواصون هما ثاني وشكلة والوقت اللي كانوا يأكلونا كنت نصور لكم في الاخير انا كي روحت لقيتهم ما كلاو وانا قلت لكم كليد الكورواصون داخله شوكولة جاي مزيت بزاف موش كما انتاعنا بصح ابنين شربت معالتي وهنا كما راكم تشوفو تراليتشا انا كنت مشهورة في تركيا المهم قلت لكم كل ما حاجة نفسكم فيها كاينة بعد هنا ما جينا للدار مالي الشياء درت انعطوا فلتي الحوت هي درت الحوت حوت دوراد انا كنت درتوكم اخطره في القناة انا درتوه بالخضره والفورماج وهي درتو برك بالبطاطا اللي راه يذي ليحة عفوا اللي راه يتبع للكم فرشتها برك التحت ودرت هذك الدوراد من الفوق لهم اما هذا السوس خد بدعة جوزتي تصبرها و انا ثاني لهم في القناة وهذي اخيار و اخيار و و فاصولية و ماشطو باليورد وهذي تفاح مع الكرافس وهذي نوع من واحد الجبن مع الجوز وهذي قلن بتخير مع الكرافس واليورد والزاردتشال والزعفران والجوز ثاني يجو بزيف براني تمشي و امع الحوت و شفتو يعني عشانه بسيط و احنا يا اللي رام فلسطين قرام مع احيان رام شافوا الصهراء كيف صارنا يعني درنا الهالاء الرقصة الشعبية نتع تركيا رقصناها كامل كيف كيف و بالمناسبان العائلة اللي راني عندهم عائلة فنية من الكبير لصغير كامل يغنوا الزبج نتاعية يعزف الكتارة العود يغني الوهم درنا حفلة نسيت ما صورت لكمش في القناة كما قلت لكم اراني جديدة في الميني فيلوغ بشوية برك ان شاء الله و نبدأ نصور لكم كل حاجة كي نلقى الدعم من عندكم هذه هي البنات كنا قلت لكم بعد ما صهرنا الصهراء نتاعنا كنا الصباح ما كناش معولين بالي نروحوا لكن فجأة نضنا صباح قلنا شيخين نروحوا للانقارة هذه هي الوجهة نتاعنا للدار اما البنات الصورة اللي راح نخليها لكم مدركة هي الصورة نتاع جوستي تشوفوها المرة اللي فاتت قتلي لو كان يعني حطيتي الفيديو نتاعي ما عنديش مشكل ان شاء الله بشوية تبدأوا تشوفوها معايا في القناة هنا نخلي لكم برك الصورة نتاعات شوفوها وش حال طيبة نتمنى لكم منها منكم عفوا تدعو لها ان شاء الله بالصحة والعافية وهذه يا حبيبتي كنا وصلنا نهاية الفيديو نقلكم انتظروني في فيديو لاحق ما سلمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر